أربع عواطف بدون هذه العواطف ما يكونش أسرة إزاي تكون أسرة عندك بيت بلا أساس ما ينفعش يبهاش ورزيك ربنا بقولك أفمن أسس بنيانه على تاقوى من الله وردوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم من الظالمين من سورة التوبة تعالوا بنا أول عاطفة يا مولانا في هذه الأركان الزوال المقودة دية العاطفة الأولى إن الرجل يحب المرأة أول عاطفة حب الرجل للمرأة يعني نجد رجل يحب المرأة والمرأة تحب الرجل من هنا كده بنلاقي البيت السعيد في أمان في سعادة في طمأنينة في رحمة في سكن في مودة في خير في جود في كل الأمور بتلاقي واحد بيسأل عليك واحدة بتسأل عليك أنت بتودها و هي بتودك أنت بتتعمل معاه بأدب واحترام وتقدير وتتعمل معك بأدب واحترام وتقدير بنفهم بعض من النظرات بنفهم كذا كثيرا ما يحدث في البيت يقولون لك من مشاكل و غيرها كل ده كان موجودا على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلمنا فيه مرارا وتكاررا وسنتحدث أيضا ما زال الحديث متصل أيها السادة في هذا الموضوع ولكن لابد أن نفقه إلى بناء المحبة بين الرجل والمرأة رجل ومرأة لا محبة بينهما عندنا جمود وجحود وإنكار دي مش طيق دي ودي مش طيق دي ودي مع السلامة ودي مع السلامة أنا أعد محالي ودي أعد محلها دي خلاص احنا جوزين كده يبقى فدأة فيه يبقى خلاص يحدث بينهم الطلاق يبقى مش راعي الأولاد لو حصل بينهم أولاد العلاقة مش هدوه مش هكون مستقرة يبقى بيت إيه مذبذب يبقى هذا البيت مش مستقر أصبح بيت مذبذب مضطرب لا ثمرة فيه غيره صالح ليس فيه عمل صالح إنما فيه عمل مفسد ولذلك يبقى أول حاجة يا مولانا العاطفة الأولى أن تكون هناك محبة بين الرجل والمرأة العاطفة الثانية عاطفة الأمومة خلي بالكم النقطة صالوا عسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الأربعة دول أساس وربعة شفت السل ما بتطلع بتطلع الدرجة الأولى والتانية والتالتة والربعة آه طب ليه أربعة وماش أكثر من كده هنبين ونقول القواعد المحبة برضو صالوا عسيدك النبي عليه الصلاة والسلام القاعدة الأولى احنا قلناها أو الأساس الأولى أو الدرجة الأولى حب الرجل الدركة التانية اللي هي الأمة الأمومة بتجد أم بتحب الأولاد أم بتحب البنات بتحب الصبيان بتحب الرجل بتلاقي بيت فيه سعادة فيه طمأنينة فيه مودة فيه رحمة قال لبالك يا سادة الله سبحانه وتعالى كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق مئة رحمة فأمسك تسعة وتسعين أو تسعة وتسعين وأرسل واحدة فمن هذه الرحمة يترحم الخلائق ويرحم الحق سبحانه وتعالى الخلائق وما في الصورة في القرآن الكريم ما بنبدأش باسم الله الرحمن الرحيم لابد بتبدأ باسم الله الرحمن الرحيم إلى صورة التوبة بتبدأ براءة من الله ورسوله تقول أعوذ بالله أن الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله وفيها خلاة بين أستاذ العلماء هل هي بسم الله يقولها في صورة النحل مش نقش في القضية دي نأتي اللي في صورة النمل عفوا وليس نحل في صورة النمل إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم فتيجي الأم لابد أن يكون عندها أمومة ورحمة فالرحمة لما تتولد ده الله يسموه الرحيم ورجاك رب سيدنا نقول لك ارحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء إذا تولدت هذه العلاقة اللي هي الأمومة القائمة على الرحمة والشفقة كان البيت سعيدا كان البيت مستقر ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مجتمعون عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجمعنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين في الفردوس الأعلى وأرزقنا شفاعة النبي المختار وارزقنا الوقوف في روضة حبيبك اللهم أمين يا رب العالمين يا آلة أحمد يا أندى الأنام يده ما حال ذي حاجة إياكم قصده يا سادة الناس جدواكم وجودكم قد عوداني على أن أطلب المدد من جاء ساحتكم سعيا لكرمكم لن تحرق النار في الأخرى له جسدا اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي مكتمع مع الصحابة فوجد دابة فقال أرأيتم أن هذه الدابة تطأ ولدها أو وليدها فقال الصحابة له لا يا رسول الله فقال الله أرحم بعباده من هذه الدابة الله أرحم بعباده من هذه الدابة ولذلك من لا يرحم لا يرحم ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ولذلك لما قال الحق للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن شئت جعلت أمر الأمة بين يديك فقال له لا يا رب بل أنت أرحم بهم مني الله انظروا إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة سيدنا النبي ولذلك بالمؤمنين أعطاه اسما من أسمائه وصفة من صفاته بالمؤمنين نقولها تاني لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم والرؤوف الرحيم اسم أسماء الله ولذلك كريم رسول الله والله أكرم فهل فقير بين الكريمين يحرم رحيم رسول الله والله أرحم فهل فقير بين الرحيمين يحرم ولذلك رؤوف رسول الله والله أرأف فهل فقير بين الرؤوفين يحرم هذه الأبيات قالها فضيلة مولانا الشيخ يسري عزام وكانت لها قصة كنا بنصلي سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه وكان له درسه المبارك فسيدنا حفظه الله ورعاه وكان سيدنا الشيخ محمد أبيض بارك الله فيهما يا رب العالمين وأدام الله صحبتهما يا رب العالمين فسيدنا كان يقول له هنقول إيه يا ابني فالمهم إحنا بنكلم فسجد يصلي فإذ بهذه الأبيات تأتي على خاطره ومن هنا كان الدرس رؤوف رسول الله والله أرأفه نعود إلى هذه القصة المباركة الجميلة فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رب أنت أرحم بهم مني يا رب العالمين إذن الدرجة الأولى يا مولانا أو القاعدة الأولى أو الأساس الأول الحب بين الزوج والزوجة الحاجة الثانية يا مولانا وجود إيه عاطفة الأمومة العاطفة الثالثة أب يحب الأولاد عاوزين أب بيحب الأولاد الأب ده بيحب الإبن وبيحب البنت وبيساعد في البنت وبيساعد الولاد وبيخاف عليه وبيحبه إلى غير ذلك من هذا الموضوع إذا وجدت هذه العاطفة اللي عاطفة الرعاية اللي كلكم مسؤول كلكم رعا وكلكم مسؤول عن رعاية وحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وفي رواية من يقوت إذا وجدت هذه العاطفة أصبح البيت مستكر أصبح البيت هانئ أصبح البيت سعيد أصبح البيت تغمره السعادة والحب والود واللطف والرحمة والشفقة والخير والطمأنينة والسكن إلى غير ذلك من هذه الأمور ثم الأساس الرابع يا مولانا أبناء بيحبوا الأولاد يعني يا مولانا عندنا أول حاجة الأب بيحب الزوجة عاطفة الأمومة الأب بيحب الأولاد أولاد بيحبوا الآباء دي الأربع أركان الأساسية لو وجدوا وخلي بالك أعوز أولي حضرتك على حاجة بعد ما تصل على سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام والله وتالله وبالله ما فيش حد بيحبك أنا بكلم الإبن والبنت ما فيش حد بيحبك والله أحسن تكون أحسن منه أبوكم والله ما حدش بيحب أنك تكون أحسن منه في المنصب أو في العمل أو يكون معك مال أو يكون حتى في العبادة إذا كان عبدا طائعا لله رب العالمين ألا الأب ليه بيقولك اللهم كريمه اللهم بارك فيه ولذلك عاوز أقول نقطة مثلا الجند في المعركة مين بيخاف عليه بعد القادة وغير ذلك الأب والأم لعب القرى بعدما يدخل مثلا لنجون ولا يحرز هدفا إيه اللي بيحصل بتلاقي أول حاجة الماليين كلها بتسقفله والناس كلها بتبص عليه والناس فرحانة والناس بتشوره والناس بترفع صوره لكن هو في دماغه حاجة واحدة يكلم أبوه ومه أو زوجته الله طب عندك كل هذه الأمور يبقى إذا الأب والأم بيحب من اللي بيحبنا الأب والأم فلذلك لابد نحنا نولد علاقة بينهما ما